عايزك تكلمني عن كهرباء وتكلمني عن مهاجب أجنبي أسماء كتيرة سمعناها للفترة الأخيرة ممكن تنضم ليه عن نادي الأهلي تبتلت حاجات في الكهرباء علشان خاطر الأمور تبقى أضحى والناس عارفوا الموقف إيه حلو اتعرض أن نادي الحزم يشتري كهرباء من بابه ترفض من بابه قبل أي أرقام الأهلي موافع على عارض كهرباء لمدة موسي اتنين كهرباء الرقم اللي اتعرض عليه في الأول كان 600 ألف دولار ارتفع الرقم ده النهاردة النهاردة لمليون ومئة ألف دولار من الكهرباء من الحزم نفس النادي بيتفوت الأهلي هم عرضوا على الأهلي الرقم 600 ألف دولار 550-600 ألف دولار شراء الأهلي رفض العارض برضو من بابه فالأهلي رفض فكرة الشراء 600-500 أيا كان فرجوا رفض العارضين ل700 ألف دولار الأهلي برضو رفض فموقف الأهلي حتى هذه اللحظة ورافضوا رحيل كهرباء بهذه القيمة موقف كولر كولر ما عندوش مانع بشرط ما بين قوسين إنه يبقى فيه مهاجم أجنبي الصفقة اللي بقى دي تكون مهاجم بقى مش جناح مش بالرمضان مش أي حد تكون مهاجم عشان بقى الأهلي عندو تنم مع العيب الصغير اللي موجود سمير قصة كهرباء كهرباء عايز يمشي كهرباء عندو أزمة مالية كبيرة من وقت استداد الغرامة عندو أزمة مالية كبيرة كهرباء بالنسبة له إنه ياخد أكتر من مليون دولار بعيد تماما عن الرقم اللي بياخده في النادي الأهلي الرقم اللي بياخده في النادي الأهلي بإعلانات بكل حاجة مالية تجاوز العشرين مليون فأنت بتتكلم على إنه بيقولوله هندك مليون جنيه مليون دولار مليون دولار مليون دولار في إيده في السنة اللي هيروحها فده طبعا يحلله أزمة مالية كبيرة جدا كمان من ضمن الحاجات اللي طلبها كهرباء أنه ياخد خمسين في المية من التعاقد عشان هو عنده حاجات عايز يسده يعني هو ده بيقولك أديه ولا عيب في أزمة فالقصة كلها كهرباء عايز يمشي كولر ما عندهش مانع بشرط توفير البديل النادي الأهلي رفض بسبب ضعف المقابل المادي ده الموقف حتى هدي اللحظة اللي بأتكلم فيها دي نادي الحزم عايز كهرباء لكن لو فود الأهلي مصمم على طلباته هيتوجه للخيرات